وإلى أسواق المال حيث أعلنت هيئة الرقابة المالية السبحة لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعاقد مباشرة مع البنوك القابلة لتوفير نقاط البيع الإلكترونية وذلك لتفعيل قبول بطاقات الخصمة الفورية من حسابات العملاء فقط وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين بالبرصة وعلى صعيد التدولات أنهت البرصة المصرية التعاملات على اتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وربح رأس المال السوقية خمسة واحد من عشر مليار جنيه ليغلق عند مستوى سبعمية ستة وسبعين وستة من عشر مليار جنيها وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس تلاتين بنسبة واحد وخمسين من مئة في المئة ليغلق عند مستوى اثناشر الف وتلاتة واربعين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سبعين بنسبة سبعة وستين من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 2316 نقطة كما صعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة واحد وسبعين من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 3385 نقطة